وفي موضوعنا لليوم رابيبلي هو موضوع كبير ووسع وشامل بشنا رجعو مبعاظنا لفترة التعارف اكيد هي الفترة الاهم انا راها الفترة الاكبر حيوية اللي احنا الكل نحاولو نغتيوها احنا هو الحاجة بها في الموافع اللي تم طرحها قبل كلها مربوطة ببعض ابدأ من فترة الطفولة معناها راما الطفل وبعد شوالي شيب وبعد شوالي رجل ولا مرأة مسؤولة على عائلة حكا ولي صحيح وكلها كتو فترة الطفولة عندها مخلفات على الشخص سواء كانت بالبيهي ولا بالخايف من الهنى بش نبديو كيفاش بش نتعارفو على بعضنا لكلنا عنا عيوب خلقية واخلاقية والكل فمش انسان كامل هو اكيد وفيها حسب الفترة بتاع الطفولة يتعادى بها شخص والبيئة اللي هو فيها فترة التعارف اللي هي بالنسبة اللي هي نقول فترة مهمة جدا اللي راها طرفي يحاولو يغطيو اكبر ما يكونوا على بعض ما يوريش معناي الوجه الحقيقي طرفك سواء المرأة ولا الراجل يجملو ينخرجو هاكا بش نتعارفو على بعضنا ملو انا اللوج على حاجات وهو يلوج على حاجات والغاية هي زواج وتكوين اسرة لكن هالشخص اللي انا بش نقرر اني بش نربط بي حياتي يدك مفهوم الاسرة متعاقد عليه عرفية حيات كاملة على طرف آخر وعلى صغار صحيح دونك في فترة التعارف خلينا توركزوا على فترة التعارف وأهم النقاذ اللي لازمها تتقال وأهم الأسألة اللي لازمها تترح في الفترة هذية كيما قلت لنا أنت رابيب أول حاجة نسألوا فيها أو نحكيوا عليها تقول للإنسان الطرف الآخر معناها شنو معناها عرس بالنسبة لك وعليش تحب تعرس شنو الإيجابات اللي ممكن تجي من الطرف الآخر وكيفيش تنجم تقرأها أنت فما فرق إنسان يحب يعرس للزواج فقط لهنا ما تكونش تتأمل إنه مش تلقاها لهنا نحكيوا على الطرفين أنا هو أخطا كنا نحكي بالمباكرة نحكيوا على المراور راجل الزوز مرحبين بالنس الكل اللي يحبوا يدخلوا معنا واللي حبوا يعطيوا نرايهم في الموضوع معناها مفهوم لهنا المراور راجل معناها أنا كي يجي أمسين يقول لك راني نحب نعرس فقط للزواج أنا جيز نحب نعرس ما تنتظرش منه حاجات أخرى بعض خاطر هو يحب يعرس يحب يلقى ستاتيو أو عرس ستاتيو معناها هكا عنوان متزوج مخه مرتاح يروح لدار ولا تروح لدارها عندها طرف آخر تحتمي بيه لكن هالطرف هيكا قد المسئوليات واللي لكتشوها فيكا بعد العرس هالطرف هيكا يتميشى معايا واللي مع معتقداتي مع طريقة تربيتي مع فقافاتي مع الحاجات اللي أنا لعداته المتقدات المتاعي اللي تربيت عليهم من الحاجات اللي أنا حطتهم في مخت أراه وإحنا من فترة المراهقة شئنا أم أبينا نتقنع عاملنا كل إيماج متاع فيرس الأحلام وفاتة الأحلام ونحب نلقى في مرتي ونحب نلقى في راجل لكن في الحقيقة نكتشف في العكس أنا شو نقول نقولها تقنع عنا ورقة واستيلو ممكن حكاية هيفية بحك شوية ونحط النقاط اللي نحب نلقاهم في الشريك حياتي اسمه شريك حياتي ونحب نلقى فيه كيفاش نجر نتعايش معاه من السؤال هيفية اللي مهم جدا تقوله شنو مفهومك على المنظومة بتاع الزواج شنو يعني لك الزواج هنا بش تلقى كين المرأة تعرف مع تقيمة الزواج تقاها تقدر راجلها تعطي حق للواجبات متاحة للمسؤوليات اللي بش تاخبهم اتحب تاخبهم بحب كيف كيف الراجل يجي تقوله أنا نحب نعرسم نحب نكوين عائلة نجيب صغيرات الرب يجيل عندي مفهوم للزواج نحب ناخد استقلالية نحب نبني عائلة كما نحب أنا هنا يختلف من الانسان اللي يحب يعرس وكهو واللي يحب يعرس بش يكمل معك انتي ببيت حياته وفماش كون يقول لك زيدا نحب نعرس بش نلقاش كون يتليه بيا ايه برشا برشا ايه وبعد يقول لواحد منهم يتليه بلاخر معني ليه برشا خاطر ما نكبروش سقف المعتقدات ما نحاولو هي نقطة جيبت نقطة اخرى اللي هي مهمة جدا اللي هنا كيش نختار شركة حياتي من السؤال هيدا راهو منيش بش نعوف بي حاجات انا نفتقدهم اكلمانك اللي عندك انتي مصغرق اي مثلا نقص الحنين ناخذوا اكزامل اي 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 مش معناه بش يقول لك ولا بش يقول لك ولا بش يقول لك كلمان باع متاع الحنين هو ما هو شعيب انا لزمني لنكون فما تواصل عاطفي وحنين بيني وبين شريك لكن هاش بالكيفية اللي بلزمها تكون وافحة بش نفهموها اكبر واللي هي سير عليها برشا مشاكل فو انا انسان عاطفي يا مفلا ولا انسان عاطفي ما نمشيش الانسان عملي نمشي الانسان اللي وجعلي اللي ينجم يكون جزء مني اكتاب هو يكمل بعضه نمشي الانسان عملي ونحكيله على العواطب نمشي الانسان يشبه لي معناها يشبه لي كما مثلا ويحتقها متدين يحب يعرص بوحدة متدينة ما يمشيش يختار وحدة ما هيش متدينة ويقولها بعض العرص الدين اي اي اذية زيدة مثلا يحبها سمينة وسمينة يحبها ولا بيفا يحبها سامرة والعكس رها والرجال كيف كي انا نحب الراجل يسمعني لازم نعرف مليح ان الراجل يسمع نقع عنده فقط في الاستماع بج نهارك نتقاني نحكي معاه ما يقومش ويخليني يقولوش بيه هو ما نقبل العرص هكيك لكن انتي ما يشي في التواصل متاعك هو ما هوش ما ينطبقش مع الصورة اللي انا نحبها والحاجة اللي انا نحبها عليش ناخو فيها من لول عليش من لول هو كل شيء من لول عليش قبلتها من لول خدر من بعد انتي تحب تبدلها لحاجة هذيك شو معنى هاش كنقالك لي الانسان اللي خر يحب يتبدل وما هوش مفروف عليك بيش يتبدل هنا نقطة مهمة رهو ما تنجمش تفرب على انسان تقولو انا نحبك هكا كون هكا اي لا تنجمش قد بشي شدروح وفي الاخر مش بشي نجم هو ربي سبحانه وتعالى لخلقنا ما يغيروا الله بقوم الا ما يغيروا بنابي بأنفس اما كتجي الارادة انتي تحب تتبدل اعتقاضيتك ما تتماشيش مع شخص هيك علي تخفيه من الورب سينو من الول ليرا مثلا فما حاجات في الشخص هذيك المراة ولا راجل ما تتماشيش معايا اي سيبون معناها اللي احنا كفترة التعارف بيبينا نبينه الصورة المفالية لبعضنا انا احسن مراه في الدنيا وهو احسن راجل في العالم وهو غالب هو فما هوني يمكن المشكلة اللي تصير ربيب اللي ساعات يمكن ربما الراجل ولا المراه يقول مثلا ان ما نحبش الراجل اللي يشرب يقولها اوكي بعد العرس تكتشفلي هو مكملة في الحاجة هذي اللي هوني معناها صار نوع من التمويه معناها كي ما اقوله في الفترة هذيه هو صحيح كليمك لكن انتي هي هيفيا نقطة من برشا نقاط هو خبيهم عليها قبله وهي شلقت بيهم وعديتها هي الحادثة هيفي مهمة وبرشا برشا تصير سسوار الرجل للمرأة وحتى المرأة ساعات تقولوا اوكي بعد العرس نتبدل ما فاميش بعد العرس ما فاميش ما فاميش حاجة اسمها بعض ايجا نتفهموا عن ما بتقييب ما فاميش حاجة اسمها بعد العرس طي اللي يسمعوا فينا الكل لنسبة كبيرة منهم يسمع فينا بلك دي لنسبة عشرة ما نشن بيلغو كن مش خمسة في المية اللي تبدلوا بعد العرس كن مش للاحسرة ولا للاسوأ صحيح معروفة بات العرس يقول لك اينا هكا تحب تخفني هكا ولا خليني هكا جي سويكم سلامة معناه دونك قلنا اول حاجة نحكيو عليها مفهوم منظومة الزواج ثاني حاجة ربيبش نحكيو عليها الاهداف والطموحات بعد العرس نقطة مهمة هنا كي تقولوا شنية تخمم في المستقبل انتي بعد العرس مش نعملو هانا شرينا الدار ولا كرينا الدار قففنا جبنا السياغة خاطر سجيت لنحكيو فيهم احنا وحنا نتعارفوا على بعضنا ونعملو كل عيشة الوردية اللي محلاحة معنايها منطرقوش المشاكل الواقعية اللي موجودة في المجتمع اللي راهوا كيفاش ربيو صغر الفلوس تقسيم الادوار اينا كيفاش نحب نعيش في داري حريتي الشخصية ما نحكيوش فيهم نحكيو اهم اهتمامنا نصبو اهم اهتمامنا هي امور مادية كيفاش انو باش نكونو دا مادتنا تسمح باش نعملو هكا ولا هكا يا صالة وكل ما تبع عمتع صالة وحفل زيفيف ويه والسيغة ويه ويه فما حاجات والله لي دوموا هيكو فما حاجات اخرى دوم ما اقوى معناها ونحكيوش فيهم ومنطرقوهم الجملة جملة جملة اينا عرسنا وعملنا دويرة بعد العرس كيفاش نعيش نحكيو عالامور المادية بعد العرس كيفاش صحيح حتى الامور الصغيرة المعاونة في الدار انو راجلي يعاوني ولا مرتي تعاوني في الدار حتى تقسيم الأدوار شكونش هز الصغار شكونش يحفر في الاجتماعات ما نحكيوش وبعد كل واحد يطايش الكورة الليخ برا لومك برا البوك والجيرين تسمع والناس تسمع وكينت اسرها محليها وكينت أحلم وردية اكتشفنا اه تصدمنا بالواقع وللأسف هي بيصير بعد ستة شهور هرس كان مش أقل خطر ما حكيناش يعنيها هو نفس الشخص له اي اما احنا ما حكيناش هو نفس الشخص متبدلش عما هو كان يحب يوريني هو عنده رؤية نوع وهي تدع عندها رؤية نوع واحد يخ ما حكيوش ما بعضهم في الفترة بتاع التعار يا أخي هي تتوحي بيه معناه هو شو يحبه وله هو يحب بيه وليه حتى كي يحكيو هني قتلك يحكيو عن نقاط المزيانة اه ركزوا اهتمامنا على الشكل لا نحبكي نقابل أوليقان كون محليني هاكا نحكي في الحاجاتلي انا محليني هو كيف كيف كالراجل اللي يسمع كالراجل اللي مسيس انا نقولهم نزبحكك مكش معايا في هالنقطة نقولهم افتعلوا المشاكل في فترة تعارف تعارف عليش اي مشاكل توريكيو حقيقة حقيقة متع شخص اللي يقدمك ايه متع نقاش طريقة النقاش اي شكون قال اللي انت طريقة النقاش هذيكا نجم تستحملها بعد العرصرها مهم لو انا كدنا نبدأ نتناقش معها شوف رؤيتها شوف رؤيته نجم نكمل زما زما هي بالشخص اللي نحبه زما تغطق عمرها ستين سنة وفمانية سنة تقارب اش طلق قولها كيفش اصبرت يا مدام فمانين وستين سنة وانتي سابرة تقول لك نهار وخرت لتالي وقعت نتفرش فيه من البيت اتشفت لي انا مش الانسان اللي نجم كم مع حياتي ما هوش هو اللي نحب نكمل معها على قل مطبقة لي من عمري ولا مطبقات لي من عمري سوى رجل المرأة مش هو الانسان اللي بش يشيلني اتوخر لتالي تنجم تربل كتاب قد ما احنا عينينا هكا محليها وتشوف كل حاجات اللي بيه خطر الدنيا راهو صعيبة تو ما الازمات اللي فيها اقوى ما كل وقت النزيق انا شوف اذي كي ينجم يكون نستند نهار اخر شاريك راهو كلمة كبيرة اي شاريك راهوش نكمل مع حياتي الكل بيه الحاجات الاخرين حكينا على مفهوم منظومة الزواج الاهداف وطموحات بعد العرس اللي نجموا يحكيوا فيهم هي نجموا يحكيوا زيدا في صفات الشاريك اي شو معناها هوني صفات الشاريك رابي صفات الشاريك انا احنا قلت انا ملول في تقديم شو قلت قلت كل ورقة اللي عاملينها احنا لكنا واحنا في مطرة المراهقة هكا رسمي صورة الفيرس الاحلي بالفاعل معناها تقلنش كون فينا ما عنديش هكا تحب حاجات في الراجل والراجل يحب حاجات في المراهقة بس واكي كيفاش يحكي كيفاش يتكلم كيفاش يلبس وين يعيش تحطها مهي فكما ايشوني نجموا يمشيوا معايا في الراجل اينا اينا عندي صفات في مخي اكي تحط قديمي الشخص اسكو فيه الصفات اللي حاشتي بيهم معناها هوني كي نحكي ونحكي 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 وزيدا عالعاطفي كي ما قالوا تقدروا منسي ولا ليه دين كل شي يدخل احنا نخبه وهنا نحشمو نحشمو نجيش تسألو تقولوا انتي مفهومك منعرش اينا للعلاقات كيفاش مفهومك للحوار كيفاش تحب تعرف انتي خطر انتي عندك صورة رسمتها راهو ما يجيش احنا في الاغلب ينسي نحبو اللين ونحبو الراجل يحكي معنا بشوية ولي يسمعنا على طول الوقت دون كلمة ملل والراجل امتاع اليوم بغوطات الحياة معاتش ولا هو راسم صورة للمرأة واللمرأة كيف كيف احنا ولينا نغذر الوجين بالمادي ايش عندو ايش ما عندوش ملون بعد تقولك بيسيش نقبل بيه انا نحب ني مفهلا تحب تقولك انا انا خو راجل ما يسور الحق ما تمشيش الانسين دخلوا بسيط وإلا مسكين يخدم صباح للليل وتقوله وتحب تكون معاه ايه ليه ليه غالت 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 ليه راكا هنا بعد وليه بخيسيان ايه بعد ما هوش ينجم طلبيتك حتى كان انتي ما تصرحش بيهم لهنين نقطة اللي احنا ما نقولوش بعد انتي عندك تقاك من داخل ماكش عدم الريفاء من داخل كيدخلك راجلك بالقفية ولا بالحاجة وتقع تغذل جارتك ولا لختك ولا صاحبتك حتى كان ما توصلوش ركش تقع تنقنق وإلا طريقة التعبير متعوجك مش بيهي وديما مكش رافيا وديما قالقة هنيه يوصل هنيه بشوية 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 ليعمل مشاكل بسحيل حي ايه يعني قاف ليكيب اينا نحب راجل ما يصور الحال نمشي راجل ما يصور الحال ولا لنوال لما نعرسش حتى تجي الحاجة اللوج عليها اي الراجل اللي حب مرأة تشاركني همومة الدنيا معتها تخدم ما نمشيش لنطفلة قاعدة في الدار ولا ما قادش خدمة ونعمل عليها بريسيون وليزم اكتخدم معايا بشتعاوني ممشيش لطفلة اينا نحب طفلة اني قاف عيفة ممشيش لطفلة ولا نهار كل نعمل لها في انتهاكات ونتنمر عليها نحب طفلة كما انتي قلت متحجبة ممشي لطفلة متحجبة ملول ورؤيتي تكون وافحة شنو ونحب اي صحيح اينا نحب طفلة اه ما عندها هنيه ما نعموش نحب طفلة ما تناقشنيش بارش ما عنداش بارشة افكار ممشيش لطفلة عندها افكار وعندها حلمة وعندها ونقصي لها طموحة نعم ونقول لها لايك ما كينك الداء نمشي لطفلة تحب هي تشيركك نفس النقطة وتحب هي لغاية متاحها انها تكون اسر فقط اه اه امشي اختار الاختيار الصحيحة متاعك نسبة كبيرة له مهولة بالحق معناها نغطيه على رويحنا واحنا ما نعناش فيه صحيح مهم يسر لكليم اللي تحكي فيه انت ربيب خطر من بعض يخلق برشة 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 مشكل نقطة مهمة انا نشوف اللي لازم يحكيوا فيها في فترة تتعارف الحاجات اللي تعديهم وحاجات اللي لي اذي محلاها كي نحكيوا فيها اخطر ساعات الكوب المرأة ولا راجل يعمل حاج كيف يتغشش وهو ما يعرش ولا هي خطوط الحمراء اللي اذي كي ما يحبهش اي 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 ما يعرش الخطوط الحمراء امتاعو انا كتبت اتحكي مع شريكك من فيها بس كتقولو ايجا نقولك فما حاجات النجم العديهم وسمحك عليهم لعمر القلب ام وحاجات راني من نجم شو نسمح عليهم ام هو يبدأ في بيلو خاطران ما يهبطش علينا الوحي راهو ولا تتوقع انو الشريك يفهمك مغير ما تتكلم للأسف اليوم مع بغوطات متاع الحياة راهو مستحيل ام هو احنا ساعات لازبنا ناخذ ببوز مع روحنا بشرفهم وروحنا شو نحبو كيفاش ننطفروا من انسين اخر بش يفهمنا مش معقول راهوكي احنا ما نتكلموش ام انا نحب هكا ونحب هكا وانتي تحب هكا وتحب هكا وراني حاجة هذية تنرفزني والحاجة هذية متنرفزني اي بش نبدي وواضحين مبعض ما كيفا كيف المشيكل الصحية زيدة الجنسية والنفسية اذا كان واحد يعاني من حاجة عنده افتراب ولا غيره ماذا به يصالح به الشريك بش يعرف روحه مع شكون هو قاعد بالضبط وانا نجم نجم مع طول نديمو نحكيوه على الزواج راهوه فيه فترة التعارف النجم انا نقول لك النجم اهنا خطر الفترة قصيرة معتها يزمو عشرة سنين وتلافة سنين وعام انتي عابض في نفس الدار راهو مش كما اللي تنجم متاع نص ساعة ولا ساعة ولا ساعة ونص في قهوة ولا في غستوش تعدي معه عمرك راه صحيح راهو تنجم تعديها تو خطك ش تروح اي اي مش كما تعديها لعمر الكل صحيح احنا بعد شوية رابيب بش نحكيو على الانسان هو بيدو شوية حاجات ليزو يسئلهم وتسئلها اسئلة بعد شوية نحكيو فيهم كاملين بالموزيكا خليكم على طيب